موسيقى مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الحرة في حلقة اليوم برنامج ورحاص التي أحاول فيها سيد رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي مرحبا بك أستاذ رائد فهمي في برنامج ورحاص نحن بكم في المشاهدين الكرام أكيد هالأيام اللغة الأساسية أو النقاش الأساسية على الانتخابات ومثل ما نقول باللهجة العامية قبة القبة من ورما أعلن التحاليكم مع التيار الصدي اللي هو يعني كان متوقع بس ما أدري ليش رغم أنه كان متوقع أثار زوبعة من الردود الفعل بين ناقد بين موافق بين متفائل بين متشائم بين من يتهم طيب مبدئيا أريد باختصار يعني أسباب هذا التحالف والأهداف نعم أولا هو حقيقة من الخطأ نقول فقط هو تحالف مع حزب استقامة اللي هو حزب حديثا أنشئ ويحظى بدعم السيد مقتضى الصدر ربما مو من الدقة أن نختزل التيار الصدري يعني مو نفس التشكيل السابقة هو حزب استقامة يحظى بدعم مقتضى سيد مقتضى الصدر وبعدين هذا التحالف مو بس يضمه يضم خمسة حزاب أخرى يعني حزب الشوعي حزب التجمع الجمهوري حزب الدولة العادلة حزب حركة الشباب التغيير وحزب الترقي والترقي والأصلح فإن هذه الحزاب ستة عفل معظمها توجه حزب هو يتكون من قطبين حسنان الكلام اللي هو القطب الأول تيار الصدري رغم اختلاف التسمية يعني دعمي والحزب الشوعي وقوى مدنية الباقي القوى معظمها مصنف ضمن التيار المدني ضمن القوى المدنية نعم هو إثير هذا الأسئلة مفهوم يعني هذا التحالف ربما فريد منذ التغيير وحتى الآن ولكن مثل ما أنت تفضلته وليل لم يأتي فجأة أنت يمكن حتى في لقاء معك ومع آخرين طيلت فترة الاحتجاجات أساسات تقريبا ستين ونص حدث تقارب ما بين الجمهور التيار الصدري وما بين الجمهور المدني عموما اللي يشارك بالاحتجاجات وفي حين كنا نقول الشوعي كان نضمنها باسموك تحت عنوان حجب شوعي تحت عنوان يعني مشاركي بالاحتجاجات أنه احنا ما كان يرتقي التعاون إلى تحالف وشنا نقوله بس هي كان بيعا جملة من العناصر الشكل أساس للتعاون والتنسيق هذا التعاون والتنسيق مؤخرا مع اقتراب مواعيد الانتخابات وغيرها والتطواتي صارت عند تيار صدري وقرارات سعيد مقتدى بحل حل الأحرار هذه الأقرارات انتخذها إذا صارت قضية صارت توجه عقب انطرفهم أيضا أنه هل أمكانية التحالف السياسي إذا طرحت القضية هي القضية هم التيار اللي طرحوا عليهم يعني الأخوة بالاستقامة كان عندهم طرحا أنهم أيضا جاءنا جزء من عملية احتجاجات بحث طرقوا هل أمكاني هل أكون أمكانية لأي شيء تحالف أن يصير طبعا نحن بالنسبة لك حجب شوعي نحن ما كنا مسقطي وفي كل الفترة السابقة كنا نقول نعم نحن تعاوننا لم يرتقي إلى مستوى التحالف ولكن نحن الآن مفتوح لأن يرتقي إلى التحالف إذا ما تكفرت عنها إذا أسمح لي أستاذ رائد أنا نقلا عن أصدقاء وملتقين بقيادات بالحزب الشوع العراقي كانوا دائما يأكدون أن هذا التحالف في ساحات الاحتجاج لن يرقى ولن يصل لا ملن جزء لن يصل لا لا خطأ من قيدهم خطأ من قيدهم خطأ من قيادات لا لن يرقى أي مقايح لن نقلنا وثائق رسمية قلنا بالأكس يمكن حتى عندك مقابلته هنا حوار خاص حوار خاص وحتى بغير من أصابات قلنا لم يرقى لم يرقى لم يرقى لم يرقى إلى مستوى التحالف ولكن التحالف يستكمل كيف تعلق على من يصف هذا التحالف بأنه انتحار سياسي للحزب الشوية العراقي لا بالأكس بالأكس شوف هذا التحالف يجي ثمرت ليس لموقف تغير فجائي سواء عدل سيد وقت هذا هذا جاء عملية مر مخاض مخاض ما هو المخاض أنه كان يقولون أو اللي يطلع مننا حد شيء وتعليقات لما نصير نقاشات أنه يابق إحنا بساحة الاحتجاج ضعفاء لا نستطيع أن نفعل شيء فشون المشكلة إذا انضمتنا كتلة إذا حضور جماهيري ممكن الضغط كتلة ذات حضور جماهيري ممكن الشكل ضغط على أصحاب القرار ونحقق مطالبنا طيب هاي بلإحتجاجات الآن يعني هميا تحتاجون نفس الحاجة بالدخول للعملية السياسية لا شوف يعني هذا تفضلت به جانب من الموضوع جانب منه نحن نعلم أولا طبيعة المطالب المطالب كان مهمة مطالب ضد وطني مطالب ضد الفساد مطالب خمّة الناس طيب وهذه المطالب كان إلى تأثير كبير جدا على الجمهور أموما على المواطنين بالوعي وخاصة على الجمهورين سواء الجمهور المدني وجمهور الصدري بمعنى أنه احنا اليوم ورضعنا إلى الأمام خضايا وضع الطابع وطني خضايا مشتركة بعيدة من الهوهيات الجزئية وبالتالي ساهمت في إحداث انتقاله بالوعي وكسرت جدران وحواجز وهواجس وعدم ثقة موجودة بين المدنيين والسمي متدينين أو الإسلاميين شو أنت يتوصفها وصفها هاي كانت حواجز من تقصد بالمدنيين؟ المدنيين كلهم كل المدنيين مو بس شوعين لا لا هو أقصد منهم شنو يعني مدنيين؟ ها المقصد الأقصد يعني العلمانيين تقصد؟ المدنيين العلمانيين جزء من المدنيين العلمانيين جزء من المدنيين أشبه فغير العلمانيين شنو يعني مدنيين؟ مدنيين يعني قوة متدينة مثلا غسنة نجيب الانبياء قوة متدينة تعتبر التدين هذا هم ينطبق على العلمانين كثير من العلمانين متدينين لا لا ما أنا وين أريد أوصل كنتم أجلى هذا السؤال أنه كان هناك نخبة مثقفة أصحاب الأقلام التي تكتب أسماء كثيرة لا يوجد داعي لسندها كانت مبدئيا موافقة بداية الاحتجاجات لكن لما الاحتجاجات بدأت توصل إلى مراحل محددة شافوا وجودكم بالاحتجاجات الضعيف شافوا القرار الأول والأخير بيد التيار الصدري بالاحتجاجات يقاف الاحتجاجات استمرار الاحتجاجات تحجيل الاحتجاجات بدأوا ينسحبون بس أنتم مع ذا انسحاب هذول لازلتوا تقولون بأنهم مدنيين وتعزوا ويانا نعم أنا لا أدخل بالتكتيكات هذا موضوع عنها يعني ليش الصحبة موضوع عنها بس أساسا إذا المدنيين حتى ذولا يسحبوا هم من سحبوا ضد مبدأ مشاركة الصدريين ربما انسحبوا لتقديرهم من طريقة إدارة الاحتجاجات ويعتبروها يمكن غير متوازن هذا اللي كان فإذا بس المبدأ الرئيسي لأنهم كانوا في البدايات في بعض الفعاليات كانوا حاضرين كلهم كانوا حاضرين كلهم فإذا هاي النقطة لا يدخل بالتفاصيل الاحتجاج وعليه هذا موضوع آخر لأن جزي ناقشة ناقشناها سبق الجزي ناقشة في مجال آخر إذا ذولا إذا ما كان أكو حائق أو كسة والعوائق أمام أن يدخل جمهور صدري وجمهور مدني بذلك كل التوصيفات ومكونات في عمل مشترك لتحقيق هداف وشركة هذه العملية أنشئت وضع جديد يختلف عن البداية بالبداية كان مجرد خدمات وخضاء أخرى بس على مدى فترة طويلة بالنتيجة الصدريين جمهورهم بدأوا يتقبلون العمل مع المدني سواء كان شيوعي وغير شيوعي كلهم حتى اللي ما مشتركي بالاحتجاجات هم قصت عنهم حاجز هو دكتور مع الاعتذار عن هذه المقاطعات لكن شنو معنى الصدريين قبلوا والصدريين مدري شنو جمهورهم بس اسمح لي الجمهور يأتمر بأمر قائدة واضح بأنه التيار الصدري السيد مغتد الصدر إذا قالهم أوكفوا يوقفون وإذا قالهم أمشوا يمشون لا تعني لا يعني حضور التيار الصدري جماهير التيار في ساحات الاحتجاج أنه قبلوا المدنيين يعني شنو قبلوا المدنيين يعني قبلوا أنه هذول اللي يوصفونهم يعتبرونهم من حرفين أخلاقيا أو ممتدينين ويسوون منكرات ويشربون وواواواوا هذولا ناس شي يقول سمع السيد مغتد الصدري يأتمرون كأنه تبالغون بالموضوع تقولون تبالغون هذا كلامك على اللي يأتمنى للاحتجاجات ساحة الاحتجاج مو نعم بس هل بدأت على ذول أنا داعتي على الناس اللي موجودين بالمناطق الشعبية الجمهور الواسع أنا داعتي عن مدينة الثورة الصدر أنا داعتي عن مدينة الحرية عن مدينة الشعلة هذولا ما عيتهم موقف لا لا نعفو رجاء أنا أقول لك بالبناء على الممارسة بدأت بالمجرد يعني نحن عدنا كشيوعين خلونا نقول موجودين بهالمناطق وفي الفترة السابقة نعم ما كان أكو احتداءات أو شيء من القبيل بس كان أكو قيود مفروضة بأشكال مختلفة على حركتهم وعلى حدودهم وكان هناك توجس اليوم هاي المساء اللي داعي أقولها القيود والحواجز كسرت كسرت مو لأنه فقط بقرار هوش هذا القرار فوق جوز هذا كلامك ولكن أنا أقول تحكست على حالة وعي على حالة شباب اليوم ما هو هذا اللي أريد أن أقش أريد أن أقش قضية حالة الوعي اللي تقولونها شون نكتشف أنه باشر عقبة إذا السيد مقتدر صدر صارت أكون مشكلة بينه وبين الحزب الشيوية العراقي شمدرينه ما التقييد يرجع يعني هاي احتمالية مضاعفة لما قضية احتمالية لا أستريش الحياة تتعرف من دارس المجتمع وتعرف يعني أنت اليوم سلوكيات هذه تم بني وتتحول إلى ثقافة بعدين مو تم بني من البداية خيارات خبوية مثل متفضلات تتحول إلى مدى فترة تتحول إلى قبول وإلى سلوكية مو فقط بقرار كان موجود بتوجيه احنا اليوم مياه هذا الجمهور هذا الجمهور مو لمدة هاي ستين ونص والحرقار أكثر من ستين ونص هاي ستين ونص خلالها صار هناك تعاون على صعيد المحافظات صار هناك على صعيد المناطق وشيء ما شاء موجود نبول احنا نعرفه ما كان موجود كان ايضا شيء آخر بالتقبل بالحديث بالمساوع يعني مو جايب واحد يتربص بالله وبيتوجيه تعال احشو يا فلان صار هناك عفوية صار هناك اختراح واختراح مقابل هناك تقبل انا اعتقد هذه الخضية كبيرة المجتمع واليوم من هذا العفو أخير شيء انه هذا اللي صار انه يتحالفون مع الحزب الشيوعي بالنسبة لهم ايضا كبير هذا تتعرفه كل ازديان هذا ما كان ممكن ان يسوي حتى سيد مقتدى قبل ستين نص حتى قبل ستين نص سيد مقتدى ما كان ممكن اولا يوصل للإستنتاج لأسباب عديدها يعني انتم اثرت على سيد مقتدى لا انا نقول ان العملية ها ستين نص شو ما احنا اثننا فوق بالمناسبة بالمناسبة المراقبين يقولون سيد مقتدى هو الذي اختار الدخول بالاحتجاجات والان سيد مقتدى هو الذي اختار انشاء هذا التحالف يعني هو الستراتيج لدى التيار الصدري اقحمه واقحمكم به. لانه واضح جدا انه الدخول للتظاهرات كان قرارا اتخذه التيار الصدري وعرض. بس المظاهرات كانت موجودة قبل التيار الصدري. صحيح وقرر الدخول بها. طبعا هذا شي طبيعي. هو قرر قبارك جبنة شو قوة. وهو اكيد يقبل. هو قرر ان يجي. السؤال يعني هذا كلامك حتى الاخوة المراقبين. معناته احنا خلقنا خيارات. احنا خلقنا واقع. اسمح هذا الخيار ممكن. قبل هذا الخيار لم يكن موجودا. مثل هذا التحالف. هذا التحالف. بس انت تحشي حتى حضرت من الوسار الاعلامي. قبل سنتين وقبل ثلاث سنين. الشيوعي يتحالف في الصدري قبل بصيح تجاه. يعني اسمح النوع من المبالغة في التصور خيالي بحكم ما نعرفه. لكن اليوم حتى قبل مسئلة تحالف وتحضرتك انت تعرف انت تسألون. حتى تتحالفون ما تتحالفون. بغض النظر. اذا هاي حملة الاحتجاجات خلقت امكانية. خلقت فرصة معينة لإقامة هذا التحالف. لا لا هو الكلام كان يعني سؤالي كان تعليق على حضرتك قلت انه اقتنع السيد مقتدى بانه يدخل. انا اقول جوابا على هذا او مداخلة على هذا انه ربما هو استراتيج. ما قلت اقتنع. انا قلت انه توصل الى هيك امكانية وارستين ونوص. انه مقتدى الصدر انه هاي الامكانية اصبح من الممكن ان يخوض فيها. بالمعنى ممكن ممكن ان يطرحها كامكانية. قبل كان اذا رايز يطرح الجزء عنده قناعة سلمان الجزء عنده قناعة قبل هاي. بس كان من الصعب الجزء من الصعب ان يطرحها لانه ما موهية للجواب. ما ممكن يعني مثل قفزه بالفراغ او حتى حتستفز مشاعر كثيرة. فانا اقول انه هاي سنتين ونوصة اكثر. وكل ما رفقها من خطاب. انه بس بمساة احتجاجات. صار على عدد مستويات. سيد مقتدى مثلا متوسطين تخذوا مواقف بقوانين معينة تشريعات تجاوز احتجاجات. في وضع مخالف الى ما اتخذت التحالف الوطني. طلعوا من التحالف الوطني. يعني هي حذرة جملة من الامور. هو تعرف حضرتك التيار الصدري دائما مواقفة مختلفة الى حد ما. يعني انا قاعد اريد بس اناقش القضايا اللي تقول حضرتك بانه التيار الصدري اختلف ديها لان تحالفوا. انا اقول هذا هذا القضايا عنده التيار الصدري من زمان. التيار الصدري كان دائما مختلف مع التحالف الوطني. تعرف حضرتك. بالنسبة لسحب الثقة من السيد المالكي. يمكن من ضمن التحالف الوطني بس هو راح الاقليم كردستان وقرر لإسحاب الثقة من السيد المالكي إضافة إلى موقفه من إيران هو مختلف عن التحالف وطن موقفه فقصدي وهو من زمان يعني لما اندخلوا العصائب رادوا العصائب يدخلون على الاحتجاجات بعد ما قرروا العصائب ومدري شنو قرر التيار صديد يدخلوا الاحتجاجات خلينا نناقش هذه التفاصيل أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير من جديد أرحبكم أعزائي المشاهدين هذا الجزء الثاني من حوار اليوم سيد رائد يعني هو المختصر اللي ريت تقوله بأنه تيار الصدري حال حال بقية الأحزاب الإسلام السياسي حزب إسلام سياسي خاض السلطة الآن أحزاب الإسلام السياسي تعاني من مشكلة جماهيرية الناس ضدها الناس يقولهم أنتم خربتوا الدولة ما سويتوا شي فكل واحد قاعد يشتغل بجهة التيار الصدري يقولون بذكاء جاب المدنيين وياه دخلوا يهم بالتباهرات أخذ شرعيتهم والآن دخلوا يهم فقصدي هذا استراتيج كان يشتغل يشتغل من فترة طويلة نشوف إحنا كل طلافج هو عد استراتيج نحن استراتيج طبيعية هذه طبيعية أكيد بس إذا تقفل كل كلامك وكأننا نحن قاعدين راس براس نحن صدري نحن نحن في مجتمع بعالم المشاكل بلد عالم المعزمات وهذه العزمات كان إلى تداعيات وآثار على جمهور وفي شكل خاطئ جمهور التيار الصدري وجمهورنا أيضا وبما أننا نتوجه إلى هذا الجمهور من ناحية الاجتماعية وغيرها وهم معدهم العدد وحضوره في هذه المناطق هذا الجمهور أيضا بدأ إلى مطالب وهذه المطالب هي تلتقي مع ما الاحتجاجات وإحنا مواقفنا نطرح له فصار اللقاء موضوعي مصلحي بغض النظر عنه أن الجمهور مالتهم اللي يريد الإصلاح اللي يريد تأمين الخدمة تحسين أحوال المعاشية مشكلة الشباب مشكلة المطالب هذه القضايا أصبحت ضاغطة وضاغطة على تيار مثل تيار الصدري اللي هو تيار يدعي ويعلن ويسعى يكون مثل الشعب وخاصة الكادحين منهم والسمحوقين منهم والمهمشين منهم فهذه لن تسقطه من الحسن وهو تم قاعد سيد مقتدى يقرر ويحسب بدون ما يأخذ بالاعتبار أن الجمهور ما هي معاناته ما هي مشاكله هذه المعانات وهذه المشاكل التقت في مطالب احنا ايضا متبنية جزء من المنطلقات احنا جئنا من طرب آخر من زاوية أخرى للتعليل بس هيها واقع فرضا هذا الواقع هو اللي خل يلتقون في ساحات الاحتجاج مو فقط ساحة التحرير يعني هو نزول تيار الصدري بساحات الاحتجاجية مشكلته شنو تيار شريك بالسلطة من ذاك اليوم من 2003 لحد الآن وعنده مناصب وكذا وحتى متهم بالفساد وبالمناسبة هناك من يتهمه بتصفيات طائفية وانتهامات هذا التيار حافظ مغانم السلطة وماخذ مغانم السلطة وعنده وزارات هواي وعنده وزارات خدمية وعنده حضور جيد بالبرلمان واجهوا ياكم بالاحتجاجات اجه اجه وهو في الوقت نفسه هم يقررون قصدها الاستراتيجيتا هذا شغلا افتام استراتيجيتا احنام اخوه مو غشمة هم نعرف هم نعرف انه هاي اللي الفضل بي مدروسة هذه القضية قد نعرفها بس هو اللي اجه ايضا على الارضة معينة نعم اجه تتلعرف هو اقال كل من ومتورض بالفساد بما فيه من التيار الصدري انا في حل منه وشحب الغطاء عن الكثير منهم ودفع الكثير منهم ان يعني يستقيلون ويطرعوا من الحكومة وطلع منهم واليوم واليوم قصد يوم يعني هاي الفترة اخيرة بنعهم كلهم ان يتمثلوا في الحزب الجديد بنعهم كلهم بنعهم ان يعيدوا ان يشركوا في الحياة السياحة قسم منهم جيدين يعني اكو عناصر نظيفة يعني اكوها سماية يجب اسماء اكو عناصر بيهم وكو عناصر نعم متورطة بفساد متورطة بكذا بس المهم اخذها اجراءات فاحنا مدنا الحكوم فقط على كلام مو بها كلام مثل من الفضل وغيرهم بدي يحشي عزاب الاخرى مقعدت يحشي بس احنا سيد مقتدى وولده اتخذ اجراءات عملية اتخذ مواقف ليس ادخش المواقف سواء الموقف من احتجاجات تستهدى هذا ما ضغط احتجاجات بغض النظر على استراتيجيين اليش العزاب اسلامية الاخرى ما اتخذت الموقف ما اتخذت الموقف ووقفت موقف سربي من احتجاجات او كانت تعتبر اهديد هو دخل بيها متمام فانا ري نقول احنا نشيدنا لبني مدى لبني على فقط ما يدور في عقولهم ورؤاهم هذا نعتبر مهم ولكن ايضا انطلقنا من الواقع المنموس من التجربة على مدى اقلت لك سبتين واكثر وشفنا هناك درجة من الثبات في هذا الموقف تبقى قنون هذا يتدد وينسح ها شفنا وشفنا الثبات اخر في الخطاب علاقة الخطاب السيد مقتدى خطاب السيد مقتدى وهذه بالنسبة انها كانت المعطيات وهذا التحالف حقيقة وبالاساس تحالف مع هذا مع سيد مقتدى هو التحالف قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات باستمر الى مجلس النواب نعم يعني هو الفكرة الهداف مال يعني بس يجمع من التماف في الساحة المجال ان نحشي انه التحالف على شنو الهوية التحالف الرئيسي هاي نقطة مهمة نعم وطنية مدنية وهي موانا اقولها بس هم قادة حسن استقامة نهيك عن الحزاب وطنية مدنية ونطيها مدنية وبعد اجتماعي وهي موجودة بالاهداف وقامت دولة مواطنة اعلنت هذه الاهداف موجودة مسجلة بالله مسجلة يعني مسجلة بالمفوضة يعني هو قصة مكتوبة نعم دولة مواطنة وطنية ذات ذات اهداف اجتماعية او ذات عدالة اجتماعية فأيذن هذه القضايا من المحاصصة الطائفية والاثنية هاي ايضا موجودة جزء من اخرى ايضا وقضية محاربة الفساد بصورة اهداف عامة هاي موجودة بكلها لا 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 هاي مو كلها موجودة هاي كلها بلا المنظومة بلا المنظومة من حزب شماهيري مو اشخاص مو كل واحد اشخاص هذا حزب مو مثل الاحزان هذا عنده جمهور شوف هذا عنده جمهور مئات العلاف هاي اذا ما اقول ملايين عنده فالكلمة مالت من تثبت هي مجد حاجة ايضا نتيجة تفاعل ونتيجة حوار بها يعني مجدت هما من كذبه وهم من كذبه يعني القصد انه ما تم الاتفاق انا جاي اريد ابحث هذا القضايا بس قصدك انه الان انتم ممت تفقين على قضايا تفصيلية تحقق اهداف شريحتكم انتم كحزب دولة مدنية ديمقراطية عدالة اجتماعية الخروج من المحاصصة يقولون بها الخروج من المحاصصة يقولون بها مستجمر احنا الوطنية نعم ليش احنا مرحنا الوطنية اقول احنا مهنموا بالحاتية احنا الحاتية ونشوف شون يترجم هذا الحاتية لا يترجم بالتقوية القوى المشكلة اليه تشوف احنا الوضع هما مجوي الباقيين هسا هذول تقولهم العفو بس اكمل لك حتى الاحزام سواء نقول الاحزام السنية والشيعية لهوية بيقبيسات ما تدقوا بابك ما تدقوا باب الحزب الشيوعي كل حد شي هو ما تدقوا هم ذول تدقوا باب المدنيين وتدقوا بابه وتفاعلوا معهم واستمعوا وتحاوروا وغير ما تساوه يعني يعني جدية داري دقصود ان هناك نعم هم جاديين هم جاديين هم جاديين هذا الخطة طيب مضى من احنا قبل شوية اتكلمنا عن انه بساحات الاحتجاج هناك من اعترض بانه القرارات يتم اتخاذها من قبل السيد مختد الصدر هو الذي كان يتحكم بالاحتجاجات ما الذي يضمن للناس ويضمن لكم انتم انه بالبرلمان مو هو اللي راح يتحكم خاصة اذا اخذنا بتظهر الاعتبار انه تشكيلته بالاساس كان بيها ناس مستقلين اذكر لك مثلا ابدون اسماء ناس كانوا وصلوا البرلمان وصاروا وزراء هم دخلوا هم دخلوا مستقلين بس من دخلوا مستقلين اشتغلوا بالضبط مثل ما اي الحزب الشيوعي نعم نعم كلام بي احنا اتفقنا معهم الان الان اكون مثل وثيقة الشراء اشتمية بيناتنا نعم انه القرارات والسياسات والاجراءات كلت تتم بصورة مشتركة ما هذه الوثيقة موجودة بالاحتجاجات وما تم الاتزام بيها لا اقول لك سألني احتجاجات واحد تركيبتها واحدة انا ما يدخل احتجاجات احتجاجات شي اخر بي وضع خاص من موضوعنا هاي دا احتي على القضية احنا داخلية كحزب داخلية كحزب تجاجات تختلف احنا داخلية كحزب هذه النقطة احنا ما ممكن احنا دخلنا على اهداف معينة اهداف مثبتة احنا ملتزمين بهذه الهداف ونعمل سوية وبكل صدق وبكل انفتاح لاجي تنفيقنا لانها اهداف مو تخدمنا نحتقد جادين انه الموضوع البلد الان اي طرف اي طرف نعم يتخلى عن هذه او يسلك سلوك بخلاف عنها ايه ما ملتزمين لا احنا ملتزمين ولا هم ملتزمين يعني هي شوية نهاية الدنيا احنا كحزب احنا وخوة ما مقد نتنازل عن مثلا قضية نعتبرها مثلا مبدئية او قضية نعتبرها تخل بمفهومنا للتحالف يعني ممكنين فرض التحالف ممكنين فرض لترسيخها مو فقط كآلية للعمل احنا حرسخها من خلال التفيذ الحقيقي للالتزامات هذه التزامات تمثل ما تتسوش عناوين اهداف تخلي عناوين بس هاي بعدين اكون برنامج هنشعر عليه ونعمل نحوله الى التزامات سواء على الصعيد التشريع من ضمن برنامجكم بالعمل انه قرارت تتخذونها بالاغلبية طبعا بالاضافة الى استشارة قاعدتكم الجماهيرية هاي موجود بالدباجة ما للنظام الداخلي نعم وتستشورونها وفق يعني مثل ما نقول استبيانات وكذا وما ادري شنو هل استشرتم هذه القاعدة بالدخول مع التيار الصدري وهل عرضتم عليهم بنود الاتفاق بينكم وبين التيار نعم احنا هذه احنا تذي المفوضية حكمتنا بجدول زمن الاسم ناغط جدا هذا القرار احنا استشرنا قياداتنا حزبية بالمحليات يعني بالمحافظات وبالخارج اضافة القيادات الحزبية وذول ايضا طلبنا بالقيادات المحلية انه هي بقدر ما هذه ان تستشرك تستطلع عاراء محليات على مجرد على مجرد خيارين على مجرد الخيارات الانتخابية الخيار الرئيسي وهذا انه هل احنا ندخل بتحالف اللي هذا سمينا ساعرون وايضا قلنا المهداف من هذا التحالف كما اعلنناها مو كما ريجي نطورها يعني قلون يعني قصدي الاستشارة هاي تضمنت او هذا الاستطلاع تضمن البلود الاتفاق بينكم وبين التيار موجودة متاحة وزعناها البعيدة وهي متاحة وبعدين وزعناها الميأكلة اثناء السؤال احنا قلنا الهداف نعم قلنا انه هذا التحالف هو تحالف ذو هوية وطنية بس هذن بس العنام العام وبعدين الهداف الوقت متفق سهلة هي هالقضية هو كان الشاغل عدنا انا اسأل عن الالية اللي انتم اعتمديها بالحزب اللي هي الالية استشارة القاعدة تمت استشارة القاعدة عن طريق عرض بنود الاتفاق عليهم واخذت رأيهم لو لا طبعا اخذت قواعد الحزبية كل المحافظة المحليات اخذنا بعملية يمكن صعب اي حزب يدري سوية سويناه في غضون قبل هذا القرار هذا قرار صادر من الحزب ولم يظلم قيادة الحزب يعني فقط هذا قرار اتخذته المحليات ويمشاركه بنسبة عالية بنسبة موافقة عادية ما هي البنود التي عرضت على احنا قلنا الاهداف احنا شدنا عرضين الاهداف الاهداف الرئيسية الاهداف السمعة هاي اللي قلت العناوين العامة هاي العامة طبعا وهذه الاساسية قصد آلية العمل مع آلية بعد العاليات احنا قلنا اعطينا مبادئ العامة وقلنا يكون نظام داخلي بعد دي سموص هسا حيخوص هل تعلمون كحزب وهل تعلم قواعدكم الجماهيرية بان التيار الصدري يؤمن بولاية الفقه احنا معنا يعني هذا الكلام ما مطروح اطلاقا بكل حيوان هم قضية داخلية يؤمنون بس احنا بهذا التحالف هذا الموارض لا قصدي ان ولاية الفقه تعني ان هذا التيار يؤمن بان الدولة يجب ان يقودها ولي فقه احنا بالعمل الاتفقنا بي احنا ما عرف هذه هي قضية خاصة بهم هو يؤمن احنا لتوقعوا ويانا يوقعوهم الحزب هذا الشي قلت لك هذه دولة مواطنة مدنية تحكمها القوانين والتشريعات اللي تصدر عن البرلمان وعلى السلطة هو يؤمن هو يشوان يخرجها هاي قضية خاصة بي هاي مو مشكلتي لا مهاذة العكس هو الجزء غير حسنا طيب لماذا تحارفت ويا الحزب الدعوة مجال يعني اذا يجب حزب الدعوة احنا احنا ما بالمعارضة احنا مو شنوين حزب الدعوة مو شنوين مسلامي احنا ما عدنا انا قلت لهم احنا حتى قايل اكثر مكان احنا ما عدنا خط احمر على هاد احزاب حزب اسلامي احنا ليهمنا البرنامج من منهج احنا في حين سيد المالكي يعني بعبارة اخرى هذا حزب من ضمن متبنيات طبعا تتقول لي انا مستقبل يعني بالكلام يعني هسا داع اتكلم لا بالممارسة ولا باللقاء يعني حتى قبل ما السيد قضي التحالف يعني ما كان يطرقون هذا الموضوع ما هذا مشكلة ما هذا مشكلة المفروض تعرفون بانه التيار الصدري تيار يؤمن بولاية الفقه عنا هو يجي يعني غريب تتحالفون ويا تيار ما تعرفون مبادئ لا زي ما هذا مبادئ انا احكي على كل الخطبة اللي خطبة سيد وتحدثنا بالاحتجاجات المواقف التي بناها ومواقف المدنيين انا اذا تقول لي هذا يدي يسوي هو يجوز فكرته بغض النظر انا همني سياسي نتحالف هذا السياسي لم يطرح اي طرح يندرج او يدخل او ينبثق لما تفضلت به اولا كلام انا اتحدث عن دولة مدنية مؤسسات هذه المنتخبة والسلطة كوبية لسلطة السلطة الوضعية بها طبعا هو عنده تفلسف بشكل اخر عندهم هذا موضوع خاص به يعني احنا منا عندنا واحد يقول لك هاي شي جابة على الاشتراكية وجابة على كذا مو احنا منا هذا مسألتنا هاي مشكلتنا مو مشكلتهم هاي مشكلتنا احنا احنا مبين هو القصد اللقاءات يجب ان تكون يعني اللقاءات تتفق بها المبادئ او جملة من المبادئ خليني اكمل اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل بالجديد ارحب بكم اعزائي المشاهدين وهذا جزء الثالث من حوار اليوم مع سيد رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشوعية العراقي دكتور دخلنا بالعمق هاي سالفة الولي الفقي اقول الآن المغزى السؤال انه لابد من انه كل اثنين يريدون يتفقون بعمل مشترك لازم بياناتهم مشتركات واكيد بينكم بين تيار الصديق المشتركات ولازم ما كو تقاطع بالمبادئ الاساسية لكل من كما خل اقول شنو اهنان يفتر انتم حزب علماني او لا 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 حتى اعبنا السؤال نعم بالمعنى حزب حتى انتم حزب علماني بها الوصف بهذا الحدود انتم حزب علماني هم حزب يؤمنون بولاية الفقيه يعني شنو يعني الدولة اللي يؤمنون بها هميا بعدين انه دولة يتولى ها الله عليا كان ولي فقيه يضرح نفسه باعتباره ولي فقيه بموازات الولي الفقيه في ايران. ومن هنا بالمناسبة منشأ الاختلاف بين يعني واحدة من مناشئ الاختلاف بين التيار الصدري وايران. ان التيار الصدري يؤمن بولاية الفقيه بحدود العراق. فاذا اكو تقاطع مبدئي دياناتكم. شون نتميته. احنا اولا احدا المبادئ الاساسية في كل تحالفاتنا. انه تحالفات تم على اساس الاستقلال الفكري والسياسي والتنظيمي. بما ان انا على المستوى الايدولوجي ماكو مساومات. المساومة ليس على المستوى الايدولوجي. احنا ما سوينا توافق ايدولوجي. لا وياهم ولا اي حزب اخر. واحد بكل التحالف هذا. احنا سوينا توافق سياسي. توافق سياسي على الاهداف اللي اذكرتها بها. هس اليوم احنا الدولة المدنية هاي صالبة بالشكل اللي نفهم. انتم الان بصورة او باخرى تدعمون اه وصول حزب يؤمن بولاية الفقيه الى احنا 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 المفهومة اهداف اللي تسويناها اللي اتوافقنا عليها هي بالتأكيد مشكل كل اهدافنا. اقل من كل اهدافنا. نعم. وهي اكيد اقل من كل اهدافهم. اكيد. مو تمام? اهلم مشاركات. هذي ليش قبلناها ونعمل بها لان نعتقدها ونففق تعليلات انه هي اللي تقدم اجابات اجابات في هذه المرحلة للمشاكل الاساسية للبلد. نعم. هذه. ونعتقد انه هاي البلد يحتاج لمواجهة التحديات الكبيرة ان هذه الجهود تكون ليست كافية جهودنا وحدنا ولا هم جهودهم كافية. هذه مقدمة مهمة جدا لتوحيد الجهود القوى الخيرة بالبلد ليجد تجاوزه. هسا الان من اذا حققناها هاي الهداف المتفقين عليها. ما شو عقبة تبرز اهداف اخرى قد نختلف محتمى جدا. هم يجدون يروحوا لباقي الطريق. احنا هذا الطريق سوية. ورا هذا الطريق. جوز الرفقة المشتركة تعزز التقاربات. نروح لي قدام. او يجوز وراها نختلف قد يصبح الاختلال. ليش لا مثلا. احنا هاي المرحلة. ولي هتبتدي لفترة غير قريبة. اكو ارضية نشترش على المشتركة. ولو حضرتك قلت منروح للاحتجاجات. لا لا انا ما انا مرس موضوعنا يعني. بس انا شنو قصدي قصدي بالاستناد الى تجربة الاحتجاجات. مثلا يقول لك المراقب العراقي. قل لك التيار الصدري مع شدة وقوفه ضد المحاصصة. الا انه دخل في مفوضية الانتخابات محاصصاتيين. هي جي قولون. انتم او. لا صحيح اوان هذه من انتقد الموقف. ها انتقدتو. بس اوكي بات العقبة لما التيار الصدري تحت قبة البرلمان يصوت مع مع تشريع مثلا ضد العلمانية او ضد المدنية. انتم مهمين مجرد تمتقدون. لا 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 تستطيع. ابقى بالجزء الاول. اي اي اي. اطرحناها. اتفضلت. نعم. قيل قيل اننا خلي صوت دائما بسورة موحدة. كتحانوة بالبرلمان. قلني هذا السورة موحدة خلال نفتم. شو المقصود بها. نعم. طرحت قضية احنا نختلف بها. قضية احوالي الشخصية. احنا ما نختلف بها. نختلف. فشلون. انا ما حصوت ضد منذي. ولا اطلب منكم ان نصوتوا خلق قناعاتهم. شو سنحل هذه المشكلة. اذا انا صار قضية معينة. هاي ستحكم النظام الداخلي. مالتكم ومالتهم. لا المشترك. مال التحالف. نعم. بمعنى اكو قضايا ربما تحال بالاغلبية البسيطة. اكو قضايا بالاغلبية الثلاثين سميها. واكو قضايا يجوز ما ما تحال يعني يجوز كل واحد يصوت واحد. في هاي القضايا اللي هي تعتبر ثوابت سواء بالنسبة لهم وبالنسبة لنا. نحن نجدها علاج انه هذي لا تكون فتح النقطة تكسر التحالف. في هذه النقطة كل واحد يبثلا يصوت حسب قناعاته الفكرية او ما يحتبره ثوابت. هاي قضية الحال. بعد الجدوى شنو? ليش ستها هذه. يعني انا اتفق يجوز احنا تسعين بالمئة من القضايا ما تتخذ منها عنوان. تسعين بالمئة من القضايا اللي حنواجهها ما تنطرح. تنطرح قضية معينة في قانون معين واي حتى بالغرب موجودة. العلم بالديموقراطية بكلها. بعض العيان تطرح قوانين يجوز ما علي اجمع. خاصة في التحالفات احتي. ها? يجوز يصير توجيه كل كل طرف يتحال تسوية. او نتوصل الى موقف مشتركة المداز نتنية. احنا نسعى ونعمل في هذه القضايا في هذه القضايا المهمة. نعمل الى ايجاد فتحال حلو المشتركة تعافض على التحالف دون ان نحن ننطل نفسنا الحق ان هما يتخلون عن قضايا يعتبرون ثوابت فكرهم ولا هما نسمح لأي طرف اخر. او احنا ما نقبل ان نتخلع. يعني هما اه كتلتهم بالبرلمان راح تبقى تبقي على هويتها الاسلامية وتصوت الى حد ما. احتيمال في حالة معي غير منصف تعليم. يعني هذي احتيمال بسيط. انا اقول لك انه عندي جملة من القضايا. اقتصادية واجتماعية. يعني هاذا هذا احتيمال. هاذا شاهدنا مفوضية الانتخابات? راحوا يعني عافوا كل الاحتجاجات. صراح مش ما قصني. بس قصد التأثير المتبادل الكتلة هاي اللي انجمعة تسوها. يعني كان الجمهور الان اللي يدعمكم. اه. يطمح انه اه اه تقدم شي مو مختلف. فحيح. فحيح. هما ميضان يعتقدون هذا يعني قسم منهم يعتقدون مو كلهم. ها? واحد الاسباب اللي ربما الان يعني قسم مراضي عن كتلة الحرارة يعني جزء منه. احنا شوف خلنا نقول الواضحين. احنا نقول هاي القضايا المشتركات اللي تم الناس. ها? اذا احنا اعملنا جدية بجدية من الطرفة للسيد الحشي. ها الاتزامات. اذا اذا ما تحقق الاتزامات يكون لي حادث الحديث. طيب. ها? 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 هذي الاتزامات يتلمس الناس هي الاغلبية. اغلب الشغل اللي قد صبهنانا. يعني على المشتركات. نعم قد تحدث. في هذه النقطة في موضوع معين. قد يصير الخلاف جوهري. مو خلاف جوهري. اه هذا يتعالج. انا عندي بعد حقيقة سؤاليا جوهريات يتفرع منه ان عندت اسئلة اريد امر بيهن. احد هاي الاسئلة انا حقيقة اه سألتها لعندة يعني قادة سياسيين. اه بس الحد الان سألت بهم اسلاميين. ايه? وحتى ناقشنا هنا بحلقة من برنامج العراقي. انه الاحزاب السياسية العراقية فقدت هويته. فقدت الحدود بياناته. الاسلامي قام يقول مدني. العلماني قام يقول المدني. البرامج متشابهة. العناوين متشابهة. كلها تقول ماكو فساد. ماكو محاصصة وطنية ديمقراطية. اه شنو جدوى? تعدد احزاب بهوية واحدة. يعني الان الهوية اه اللي تفصلكم عن الاحزاب الاسلامية مو واضحة بالنسبة لشريحتكم. اللي هي شريحة اغلبها علمانيين. انت تقول انا ما عرف تتحدش عنا عن شريحتنا احنا مو هذا كلام بالعكس. يعني انت تتحدث عن اول جمهورنا اسوان الحزبي. الحزبي. ها? الاوسع. الاوسع. ايه. اما تقول لي ما ماكو هوية متبعنافق وفرق. هو مو كلمة رفع عنوان. ستجيب هسه بالمدنية. هذا الشيء مدني موجا خيار. اليوم اللي رفع مدني ما كان رافعه قبل اربعة خمسة سنين. اذا هذا من البجا يرفع مدني موجاد خمسة ما تفضلت. لانه كواقع فرض معينا انه ان يتخلون عطروحاتهم السابقة. واتقلوا الى هذه المواقع. ايه مو قضية خيارات. شين الواقع? الواقع لانه كو كان نهج بالبلد. ها? وهي من مطلقات فكرية وايديولوجية معينة. اثمت فشلة. ها? اثمت فشلة. تقصد الاسلام السياسي? انا ما اقول النهج اللي هما ما يسمونه طعفية السياسية. انا سمي اكثر طعفية سياسية. وقسم من اطراف الاسلام السياسي. جزء منها. اني اقتصام السياسي يتنوع بها. خسم منهم مشاركي بها يعني. يعني عم كون دقيق من الكلمة. فهذا ما يقتضي انه انتم تستقلون بعلمانيتكم? حتى تقول. احنا. علمانية مو. علمانية. لا لا لا. بس افهم سؤالي رجعني. لا بس افهم سؤالي. سؤالي قصدي. وضع الحدود الواضحة جدا. مدنية ما بها حدود. جيد. خلينا اخذ بك. اول مطلوب انه انا احنا متحدة بالنقاء الفكري. احنا احنا احزاب سياسية. احنا مو مثقفين. وقاعدين. احزاب سياسية احنا لتعامل مع الناس. مع امكانية ايجاد تغييرات في واقع الناس. هاي التغييرات احنا كمدنيين وكالمانيين. احنا ترانا احنا اكثر من المانيين. احنا احنا عدنا حزاب شوائي. احنا دراجلنا فكرنا واضح. احنا من فكرنا. احنا نحن على المستوى السياسي. هذا المفهوم المدني. لانه كان حديث عن دولة دينية. اليوم اصبح مطلب يحتاج الملد. خلينا نفهم شن الدولة المطلوبة. هي دولة ديمقراطية. يحكمها القوانين الوضعية الاخرية. هذا المفهوم كان لبعض عند اشكاليات نظرية. عند اشكاليات معتقدات من ما تأمنه. اليوم لهذا سوى ذاك. اجوي اصبح مقبول. وعرفة نصر. نصر مو انه بس. شون المقبول؟ المقبول الدولة المدنية مقبولة؟ انه دولة المدنية كمفهوم. ما هذا موجود بالدستور. عزيزي الدولة المدنية بهالمعنى ما كان كل واحد يسمي شكل. نعم مختلف. المفاهيم هذي ها. اما ما احسا اصبحوا يتحدثون انه الدستور هو دولة مدنية. احنا انا تحدث عن. ما تسابقا قائل دولة اسلامية من الاحزاب الاسلام السياسية. ما قائل. ليش هسته الان اللي اتأكد علي انه لازم المدني. انا اقول لك ليش ااكد. لا علاليا مكان خشية. انا اقول لانه المراقب ينتظر مثل ما موجود احزاب اسلام سياسي ينتظر وجود احزاب علمانية. يعني احزاب شوعي مع علمانيات ساك واحد عنده شكل. حلو. عندك واحد عنده شكل. حلو. فلماذا فلماذا لايرفع هويته العلماني. مو ميرفعا احنا أن هذا البرنامج السياسي يبدو تتقاطع بها الأرضية الأيدولوجية الخلفية الأيدولوجية موجودة بساعدة يتحدث عن برنامج سياسي عن خطوات سياسية وعن خطاب سياسي ينسجم مع هذه المرحلة اليوم هذه الأهداف ليس كل أهدافنا ولا هم كل أهدافهم كل من نتحادث معهم ولكن في هذه المرحلة في هذا المقطع الزمني هذه الشعارات هذه المطالب هي مطالب ضرورية إذا موجودة بالدولة أنا لا أقصد حضرتك الآن ارتقيت بقيادات أحزاب علمانية وسألتهم قالوا لا نفضل استخدام مصطلح الدولة المدنية احتراما لشريحة الجمهور الإسلامي ولذلك شريحة علمانية يقولون لماذا لا يحترمنا أحد خلينا نكمل أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل الأخير من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين وهذا الجزء الأخير من حلقة اليوم استاذ رائد خلينا نمر عليها باختصار أنه يقول لك الشريحة العلمانية يقولون احنا شريحة الأغلبية الصامتة يقولون ليش احنا محد يمثلنا بخطاب واضح ما المقصود الحزب الشوعي بس بالمناسبة كل الأحزاب اللي يفترض واني ذاك اليوم سجلت حلقة بالعراقي وكان موثل أحد الأحزاب العلمانية وسألت نفس السؤال يابا ليش كلكم تحاشيتوا أنه تقولون احنا حزب علماني باختصار وخلينا نغادر هذا الموضوع إذا أنه شوف بالسياسة التأثير تغير وتغير ويا الناس الناس عند مستوى الوعي معين معين وصار عند بعض المفاهيم منهم مو كلش ما تفهم بالصيغة صريبة لأسباب عديدة بها لذلك نحن الآن مو باتجاه أن تضطي مفهوم بعد أن تبقى بعد ربع ساعة تشرح له ما هذا المفهوم المواطنة هذه فتستخدم مفاهيم معينة مقبولة لهم لا تخدش يعني لا تخلق لدفع سلبية وتضطيها مضامينة واضحة يعني الناس اليوم بسريقتها بيونها ماذا تشعل هذا المؤدل جولها بها الآن شعرت أنه هذا الشيء اللي صار بوسليم شعرت أنه الدين أعلى هميته بس واب لازم يتخل بتفاصيل حياة الإدارة اليومية هذه القضية احنا مفهوم هذا نستخدمها أنا أعتقد هذا الناس مستعدين يتقبلوا خلينا ننتقل أو نختم هذا الموضوع اللي يعني استغرق كل الحلقة وهو جدير لأنه هو حديث الشارع الآن اتفقته على آلية توزيع المقاعد أو آلية التصويت أو مدرشين أو كذلك لأن تيار صدري مشهور بأنه منظم جدا بالتصويت نعم طبعا ما أقدر أني أدخل إنه آلية التصويت هذه مسألتها خاصة بس إحنا موضوعات المقاعد وهات نعم إحنا بتصدد الآن مدعام موجود بس بالتفاصيل ستكون هذه الأيام القادمة هي اللي حتى اللي ممكن تبحث يعني ما حاجينها لا بالتفاصيل لأنه هي تدي والمفوضية خلقة خلقة فالوضعية صعبة بس أكل مبادئ أداء ما صار اتفاق أداء ما صار اتفاق لا يصير اتفاق يعني ما صار يعني قضي هذا قضية جوهرية هذه نعم قضية جوهرية وأنا أعتقد إحنا استمزجنا استعداداتهم بالاتفاق خلقوا لي بهذه الطريقة إنهما كلهم يعني يعني عليهم استعداد أن نتواصل الاتفاق بهذا الموضوع باليأ التوضيع باليأتوضيح باليأشد يعني أنه لها شيء أشدنا من الموضوع الثقة أنا أجنش قد ما أطلب لنك ضمانات أي من المطاف بالأقيد تعتمد على ثقتي بكلامك وغيرها فإحنا أكدنا أن هذه القضايا إحنا اليوم سوف نشوف أستاذ هالجوان ليفهمون زيان هذا التحالف كبير هذا مو مثل التحالفات وهذا التحالف أكبر من قضية أخذ مننا مقعد ويأخذ مننا مقعد أنا أجد أن نفهمها زيان الحقيقة بالنسبة مهمة هذا مو لا أقل مهمة بس مو هذا الكبير إحنا اليوم سوف نصير تقالة هزة تفضلت هذا التيار فكري لمنطلقات بعيدة إحنا منطلقات أخرى جينا على ساحة وحدة هذا مكسب كبير للبلد ليش لأنه جينا على ساحة بيمطالب الناس طالب بيها وإحنا نقول هذا من شأن أن يخلق قوة أو أنواتات قوة قابلة للتقادر للتغيير عندهم كان يتغيير مو مبسط أستاذ رائد اللي تقوله مكسب بعضهم يقولونه مو مكسب هذا نقاش طويل خلينا الغادرة أنا دائما باللقاء السابق وحضرتك واللقاء سكرتير الليجنال المركزية بالحزب الشوعي الكردستاني ناقشت هذا الموضوع أنه أناقش المواقف الحزب بالنسبة للتظاهرات أولا كيف تنظر للتظاهرات في إقليم كردستان حتى أخذ وجهة نظرك على موقف الحزب الشوعي هناك من التظاهرات نحن التظاهرات أنا أعتقد وضع بكردستان أيضا وضع به أزمة كبيرة أزمة سياسية وأزمة اقتصادية أزمة المستويات فأنا ما أعتبره شي طبيعي أن يسأل هذه الاحتجاجات حسنا الآن الاحتجاجات توظف سياسية من هذا الطرطان محتمل نعم نعم تسيز بالمستوى الضيق نحن ضده أن تلجأ إلى حرق مقرات ضده نعم بس لكن من حيث من حيث الواقع اللي يعرف الكردستان أكو وضع معاشي صعب أكو وضع وضع إنساني صعب أكو وضع سياسي قلق جدا الأفق ما نترم اللي كان هو زاهر وزاهي اليوم الضبب فنعم أكو واية عناصر لتخلي الناس تتذمر وربما تحتج فإذا كهذا تطرح موضوعتين حق الناس في التعبير عن نفسها حق احترام هذا الحق وأكو الاحتجاج السلمي نحن مع الاحتجاج السلمي الكلام أنه موقف الحزب الشيوعي الكردستاني هناك يعني مو مثل موقفكم من الاحتجاجات هنا مما يثير سأل بأنه كأنه أكو قطيعة تامة بين الحزبيين ماكو تنسيق بالمواقف ماكو كذا ماكو كذا شلو سببها لا هو بالاحتجاجات ما أعتقدكو اختلاف كبير جدا بالاستفتاح شلو كلاكو 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 هذه الثرينة تنقطع لأنه قانون الحزاب لا يسمح بها لا يسمح واحد بحزبين بهذه الطريقة فنحن نلتقي في البرنامج والحوية الفكرية والسياسية ونلتقي في المشروع الكبير نعم في هذه التطورات الأخيرة في الوضع الداخلي بكردستان طبعا هم ينطلقون أيضا من البيئة الكردستانية من المظروف الكردستانية يعني في قضية الاستفتاء وغيرها أكيد يكون تمايز بالموقف بيننا وبينهم تمايزون هم يستغلون على ساعة كردستانية زاويتهم مو بالتطابق كليا ولكن مع ذلك في طريقة معاجلة الأمور في حلول السلمية في حتى الرؤية الأبعد هاي واحدة من الملامح الأخرى اللي بدأ يبقتها الحزب الشيوعي إنه هو أعم من الانتماء إلى الهويات الفرعية يعني يفترض إنه أهداف عامة يعني مو حق المطالبة بالحقوق الصير بإقليم كردستان شكل وبالعراق لا 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 موجهي أولا هذا الانفصال صار ارتباط بالواقع الإذاري بالبلد الضير البلد صار به قليل واتتعرف أنه قبل واحد تسعين وراء واحد تسعين هه عمليا كردستان فصلت عن العراق تمام؟ إلى حد الفين وثلاثة فإذا كانوا عندك أنت فتر افصال في ذلك احنا من ناحية طبيعيا ان الرفاقنا الاكراد يعني حذرا اذا نقولكم انتم طائفين يقولون احنا مطائفين واذا نقولكم قوميين يقولون قوميين انصريين احنا نقول احنا نعمل القضية القومية غير شكل اكو قومية اخرى من الكرد قومية اخرى الى لغتها الى شخصيتها الى خصوصيتها كاملة وبالتالي تمثيلها تمثيل حتى في داخل المشيوع العراقي منذ تأسيس المشيوع العراقي كان الى خصوصية فرع كردستان بهذا فرع تطور مع تطور البنية السياسية للدولة البنية اليدارية للدولة اذا صار عندنا اقليم سني مثلا اقليم شيرا اذا صارت تشي هم يختلف الى سلطة معينة الى حكومة معينة الى الولايات معينة وبالتالي الى خصوصية في داخل لا استطيع تصور هذا الموضوع الحزب الشيوعي الحزب الشيوع السني والحزب الشيوعي لا اولا انت تفرض شي جزء ما يصنل اقليم يعني ما لا اقول لا اقول انه هاي المنطقة هاي اصدر من شاعلك من اقليم انت ساول تدخل قلبي تل وتعقد الامور اذا صار اقليم اخر نعم اي اقليم اخر لا لا طائفي انا لا لا اقليم اقليم على ارض مواني احب ماردة اقليم افترضت انه يصير اقليم بمعنى قريب بنفس مواصفات قريب كردستان بمعنى عنده حكومة خاصة عنده دستورة خاصة عنده كذا مو هذه القضية بهذا البلاد هيكون هناك حزب يحارب الهوية الطائفية يكون هناك حزب لا مو بضل حزب سني في هذا الاقليم سني وافقتوا انه يكون حزب كردي لا مو كردستاني كردستاني بس و يعني نعم غالبية كردي بس و كردستاني بمعنى مفرق بمعنى كردستان بيتنوعية بمساعيين و يعني غير كرد بيزيديين بيزيديين بيغير هل قد مطمئنين الى انه الانتخابات راح تصير بموعدها والله الواحد قال 50-50 يعني لا يزال بس الان يبدو احتمالات قامتها موعدة تزيد تزيد بس تعرف حضرتك بانه اكو صراع اقليمي واكو صراع داخلي بالبرلمان لانه اكو ناس تشعر بالانتصار و اكو ناس تشعر بالهزيمة و اكو قوانين بالبرلمان شون المهم الخريطة شون قاعد تقولونها بدقة والله احنا نشوفها احنا نفتمل هذي اكو ناس ما على مصلحة كدوا الاقليميات تنظر في هذا الموضوع واقع نازحين ايضا ما مستوفي الشروط نعم انت لو تقول لي هل هيو الظروف الانتخابات هي الظروف الانسب اقول لك لا مو الظروف الانسب واذا ممكن ان يتاح وقاقة اكثر تتوفر الظروف الانسب للانتخابات والمشاركة واللي بلورة الاستقفافات بعد احسن يعني انتم مع التأجيل لا احنا ما ندعو للتأجيل بس اذا صار التأجيل ويوفق آلية قانونية بدون مصير تعقيدات ابي احنا ما حنكون ضدها بهذا المعنى ولكن وين الخطورة الخطورة ان الدستور تعرف ان الدستور ما عنده نص واضح بهذا الموضوع بالعكد قاطع بهذا الموضوع والبعض يتحدث يقول اذا راجز التأجيل معناته لازم يصير حكومة مؤقتة ويصير حكومة الطوارئ لا هذا اي قضية اخرى باعتباركم حزب يضع القضية الاقتصادية في سميم اهتماماته انتم مع خسخصة الكهرباء لا احنا مو مع خسخصة الكهرباء وانا اذا اقوله مو مع خسخصة الكهرباء من السبب بسيط الخسخصة شوف الخسخصة معناتها حتدخل آلية السوق هي الان خسخصة جباية جباية نعم انتم هم ضدها هي جباية شنو وانا اعرف انسا تقول لي انا اقول لك انه جباية في بعض المناطق نشحت في المناطق اللي متمكنة بس بالناطق الشعبية اذا شوف المعارضة اعتراضات احنا نقول بالنسبة للجباية اولا جباية هو ليش بس سوية الدولة انات احنا قدرنا الدولة ما تصير وهذه الشركات اللي تسوي جباية ها يده تاخذ حصة ها يده تاخذ حصة نسبة وهي نسبة مياوية ها يده تاخذ نسبة مخطوعة اسالي مو ضد انه تسوي الخدمة وتكافي بقابل الخدمة بس سيدة اقول انه هذي الجباية اذا كان اليوم تتبتو زينا لان عندنا احنا مولدات وعندنا كذا اذا استقرر الاوضاء هاي الجباية باشا عقبة عذرا لو كنتم انتو رئاسة الوزراء وفرض عليكم البنك الدولي بانه منطيكم قروض لانه تبيعون خدمات ببلعش شو تسوون والله احنا نجوز اول شي ما نروح لبنك الدولي بها طريقة ما عدتنا فلوز لا مو صحيح هذا شوف هسا عانا وكان مو صحيح يعني هذي نفس الحتي طريحات مثل ما تفضلت اذا اقبرنا قلتك اه بنتبن 2009 ورا ما خلصنا التزامات في البنك صدق النقض الدولي ماكو خلصت وصار عندنا عجز 2009 لان النفط هم يخفض ها ورادوا يسوون ورادوا يقترض اربع مليارات انا بالبنك بالصدر انا بالبنك 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 والسوزاء وقفض هم احنا ما نحتاج الى اربع مليارات لان هذا بس شوية اقتصادنا نقتصد بها نقدر حققها ما هو من ضمن الاقتصاد انهم نبيع الخدمات يا استاذ رائعا وصلت للختام اسف جدا والموضوع الاقتصاد موضوع طويل لكن اعزائي المشاهدين اخذتنا الانتخابات وتحالف الحزب الشيوعي مع التيار الصدري اذا وصلنا الى نهاية حلقة اليوم اعزائي المشاهدين ادعوكم الى تشريفنا بمتابعة الحلقات المقبلة شكرا جزيلا شكرا